الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة حصل بينها وبين زوجها مشادة في الجوال تقول فقمت باستفزازه بالطلاق فقال لها أنت طالق تقول ثم رددت عليه مرة ثانية فقال أنت طالق تقول ثم رددت عليه ثالثة فقال أنت طالق فما الحكم الحمد لله رب العالمين وبعد إذا كان الطلاق المذكور وقع من زوجك في حالة شدة الغضب وغيبة الشعوف بحيث أنه لا يدرك ما يقول ولا يدري عما نطق به لسانه بسبب شدة غضبه وإزعاجك له فلم يضبط أعصابه بسبب كلامك السيء وسبك له وشتمك له فلا يقع الطلاق في هذه الحالة في أصح قول أهل العلم واختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة الإمام بن القيم وكذلك يفتي به شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله وكثير من أهل العلم وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق فإذا كان طلاق الزوج في حال شدة الغضب وغيبة الشعور مع اعترافك أنت بأنه غضب غضبا شديدا بسبب سوء تصرفك معه فإن طلاقه غير واقع لأن الدليل الشرعي يدل على أن شدة الغضب مما يرفع مما يرتفع به التكليف فالقول الصحيح في طلاق الغضبان جدا أنه لا يقع أنه لا يقع والله أعلم